ايه زيكم حبيبي واصدقائي? اه هنعمل النهاردة وصفة لذيذة كده ما كانش على بالي الحقيقة كان عندي شوية اجراك كده في الفريزر فقلت مش عارفة عمل فيهم ايه? هل هعمل حمام كداب تاني زي ما انا عملته? لا قلت بقى لازم اغير. فعملت اه صنية البطاطس بطريقة لذيذة وضفت لها شوية اضافات بقى بالخضار. وكمان اه التدبيلة بقى اللي احنا بنعملها في الفراخ. وعايز اقول لكم انها خطيرة وجميلة حلوة قوي للضايت خفيفة خالص. اه ما فياش بقى لا تسبيكة ولا ولا سمنة ولا اي حاجة. اه طلعة جميلة جدا يلا نشوف الطريقة مع بعض. عندي هنا بصلاية فرمتها في الكبة. وحطيت عندي ملح وفلفل وبابريكا وتوم بودر بس البودر. عندي هنا الاوراق. عادي خالص حتى لو مجمدة عادي في التلاجة بسيبها لغاية لما تسيح وببتدي اه افتحها كده اه بالسكينة. طبعا علشان التدبيلة تتشرب التدبيلة. وكمان الفتحات دي هنحشيها بالطوم. اه هالاول هتابلها بالبصل. ممكن احطها في التلاجة. وممكن زعتين تلاتة. لو انا حابة ابيتها لتاني يوم في التلاجة. ممكن برضو عادي ويش هيجرى حاجة. بس انا عملتها على طول الحقيقة. قعدت اجهز بقى البطاطس. اه بقطعها شرايح. اه بجهز عندي برضو فلفل الوان شرايح. واحدة كفاية واحدة من كل اللون يعني وقطعها كده شرايح. اه وفلفلية برضو اه صفرة. لو ما فيش الحاجات دي مش مشكلة. يعني ممكن كفاية مسلا الفلفل اخضر. اه كل الحاجات دي طبعا مليانة بالفيتامين سي. بحابة بس ان الاكلات بتاعتي تكون متنوعة في الالوان. كل ما زاد الالوان. كل ما اه كانت اه في مليانة بالفيتامينز اه مفيد طبعا للجسم. عندي بصلاة برضو قطعتها شرايح. عندي طمط ماي شرايح. اه تمت اشهر برضو بقطعه كده شرايح. وهاخد منه جزء. اه هملحه للفراخ وحشيها بيها. بجيب بقى عندي الصناعة بتاعتي وبفرشها بالبصل. وآآ بعدين بحط البطاطس. وحط تاني شوية من البصل. هي بصلاة واحدة بس كبيرة وقطعتها وقسمتها. آآ شوية فوق وشوية تاحته. بعدين بقى بحط شرايح الطماطم وشرايح الفلفل الالوان. وشكل الصونية كده مبهج وجميل. وطبعا عايز اقول لكم الطعم جميل جدا برضو. بحط برضو شوية توم. آآ توم بقى مع الفرن بقى بيدي آآ ريحة جميلة جدا. رشتها بقى شوية ملح وآآ فلفل برضو عشان ما ننساش نملح البطاطس. آآ عندي هنا عصير تلات طماطماط ومعلاقة صلصة. يا دوبك بس بسخنهم علشان ما ياخدش وقت جوه الفرن. آآ بجاهز بقى عندي هنا الاوراق وشوية توم وملح وفلفل. التوم الشرايح اللي انا قلتلكو عليه. بعد كده في الحتة المفتاحة دي. ببتدي احشي بقى التوم. عايز اقول لكم انها بتبقى خطيرة والريحة بقى بتاعة الفراخ لما بتتشاوى بقى وجوها التوم. بتبقى جميلة جدا. آآ يعني عايز اقول لكم هتاكلوا صوابعكم وراه. اجربوا الطريقة دي بجد هتعجبكم جدا. بعد كده بقى بحط عندي اللي برص الفراخ من فوق. جاهز بقى عندي معلقة من معلقة من سوس الباربيكيو. آآ معلقة من الزبدة ابا سيحة. ممكن معلقة زيت. وممكن استغنى عن معلقة الزيت. يعني كفاية الزبدة خالص. بقلبهم. وبقى تديهم بقى كده قدهنهم وش كده. آآ آآ ده بيدي له الاحمرار واللون اللي انتم بتشوفوه. آآ طبعا هي استاوت ما خدتش ساعة واستاوت. آآ لو انتم حاسين البطاطس لسه ما استاوتش. واحمرت بغطيها شوية بورقة فايل. عندي هنا البطاطس بقت حلوة مستوية خالص. آآ وطرية. والفراخ كمان جميلة جدا. والطعم والريحة خطيرة بجد. آآ جربوا الوصفة دي هتعجبكم جدا. وكمان اللي عامل ضايت حلوة قوي. ويسيبكم بقى من الفراخ المسلوقة. وبعدين نحمرها والحاجات دي المشوي مفيش اجمل منه واحلى منه. وبرضو اللي بالطريقة دي مش بياخد وقت في الفرن. والشكل كمان جميلة. لو عجبكم بقى الفيديو متنسوش الاشتراك في القناة واللايك والشير. وآآ متابعات ايه على صفحة باي باي.